الحرب الروحية المسيح بيسمعها بتعني له شيء لكن معظم الناس اللي بيشاهدونا في الشرق الأوسط بتعني لهم شيء تاني شو هي الحرب الروحية احنا كأولاد لله قررنا ان احنا نعيش لله يوجد رئيس لهذا العالم ورح نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل رئيس هذا العالم ليس هو الله لكنه ابليس الكتاب المقدس بيعلن هذا وهنتكلم ازاي وصل بقى هو رئيس هذا العالم وهذا الابليس هو ضد الله وبالتالي هو ضد كل من يتبع الاله الحي الحقيقي فيوضع الانسان بتبعية ولله الحي الحقيقي في معسكر مضاد الابليس وخطط ابليس وخطط الشيطان فيوجد صراع روحي لأولاد الله أو أولاد الملكوت لكن هذا الصراع لا يخيف أولاد الله لأن هذا الصراع محسوم من قبل الله وفي نفس الوقت يوجد نصرة ووعد بالنصرة والغلبة في العلاقة مع الله وعلشان كده نلاقي آيات كثيرة في الكتاب المقدس لما تيجي تتكلم عن الحرب الروحية نلاقي كلمة كلمات زي النصرة الغلبة صحق إبليس فتقدر تستشف من هذا الكلام أن يوجد فعلا حرب موجودة بين معسكر الله ومعسكر إبليس يعني مثلا لو أقول بعض الآيات في رميا أصاح 8 وعدد 37 يقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب أن لما تيجي كلمة انتصار معناها أن يوجد حرب وهذه الحرب محسومة أو حسمت في وقت من الأوقات وهنتكلم نشوف متى حسمت هذه الحرب في المناقشة مع بعض يقول الكتاب وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا يتكلم مرة تانية يقول وهم غلبوا في رؤية أصاح 12 وعدد 11 وهم غلبوا بكلمة شهادتهم بدم الحمل وبكلمة شهادتهم لهم يحبوا حياتهم حتى الموت يتكلم يقول ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح كل هذه الآيات تعطي المعنى أنه يوجد حرب روحية فهذه الحرب ليست أمر من الخيال لكنه أمر حقيقي بين معسكر الله ومعسكر إبليس